السلام عليكم درس وتخرج من الجامعة وانضم لقوات خفر السواحل وترقى إلى رتبة ملازم وأثناء حرب الدفاع عن تعز في وجه ميليشيا الحوث انضم للمقاومة وبقي فيها حتى أعيد تشكيل قوات خفر السواحل والسدعاء العناصر السابقة فذهب ليعمل موظفا في قاعدة يمنية سعودية مشتركة وفجأة انقطعت اتصالاته بحث عنه أهله فوجدوه جثة هامدة ومعه تقرير سعودي يقول أنه شنق نفسه بينما كان يخضع للتحقيق قصة الملازم إبراهيم الشمساني في هذا الفيلم نتابع من ثم نعود بيوم من الأيام طلبت السلطة السعودية مع السلطة اليمنية على العسكر القدامة حق خفر السواحل أنه رجعوا ومارسوا وعملهم بشيء زي ما كانوا من قبل بحث أنه أكبر خبرة وكفاءة التحق معهم واتصلوا له التحق واتواصلوا معه التحق معهم وراح يمارس عمله نقلونه جيزا داوم هناك بحدود سبعة وثمانية شهر بعدما داوم هناك بحدود سبعة وثمانية شهر إضافة إلى أنه رجل جيد ملتزم بالدين والإسلام بفروض والصلاة والملتزم بالأمانة ومعرف عنه بالقرية والإسراء وبعرف بكل مكان بهذا السلوكيات حقه رجل محافظ ملتزم جدا يعني رجل وطني مساك قاري بسطوحشيش يعني حاولوا أن يوصله حاولوا أن يوصله لعند القيادة السعودية اللي مسؤول بمنطقة كافأ أنه أعطوا لنا رتب عسكرية وأعطوا لنا مبلغ مالي برغم أنه كان عرضا عليه حسب ما يقال أكثر من 10 ألف دولار لكي يتنازل عن الشيذا إلا أنه واقبه الوطني إلا أنه يتعامس أو يفلت القريب من وجود إلا أنه واقبه الوطني وإنسانيته والعمل حقه بالأمانة رفض هذا الشيء رفض دام قاموا أخذوا أنه من مكان عمله إلى منطقة جيزان أخذوا أنه من مكان عمله إلى منطقة جيزان قاموا بالتعذيب عذبوا أنه وبعد ما شلوا أنه قاموا على له بالعباث والقاتل لا يرضي الله ولا رسوله أنا مشهد الله حسب الله ونعم الوطيل أحرموا أنه من الماء والزاد وقاموا بالتعذيب حرقوا أنه بالكهرباء حتى وصلوا أنه إلى الموت شللنا السعودين إلى منطقة جيزان وقاموا عليه بالكهرباء والقاتل والعباث قاوع غبا لا أكلوا أنه ولا يجربنه إبراهيم أحمد مهيوب من أحد أقاربي من أبناء قريتي التحق بكلية المجتمع بعدا خريجي حاسوب بعدين نزلت رؤية وظيفية بالحدوده وكننا نمارس مهامه بشكل طبيعي جدا أغرب الأوقات كان نرافق سفن تمام ويحصل على امتيازات وعلى شهاد لأمانته لثقته ليدات المهمة يعني يأخذه بالوطن بشكل جيد أجاءت الثورة حق ما بعد 2011 الثورة اللي هي حق عصفة الحزب وكان رقمنا التحق بالمقاومة الشعبية بس أيام نتيجة الأحداث بداية الأحداث يعني أغلب العسكر القدامة روح البيوت طبعا هم إنجاز الناس اللي روح البيوت وكان التحق بالمقاومة الشعبية بقبل صبير بمشراء وحدنان وكان مرافق مع بعض القادة العسكريين بمشراء وحدنان فترة من الفترات بعدما انتهينا من تحرير بلادنا بمشراء وحدنان وكان رقم قيد وكان رقم قيد وناظل وكان رقم قيد قيد وناظل عملوا وقبوا باتقاه بلاده بعدين ربخ آخر زياره يبني أول شوال يعني عمل له عشر أيام بعد عشر أيام عمل له عشر أيام عاده قلس عندنا يومين يزورنا وهو كل في المنطقة لقاءتا كام سبعة شهور عنده عشر أيام بعد عشر أيام عاده كله يومين وان يقول له اطرع بسرعة اطرع بسرعة اطرع بسرعة ما حنا يجي نعمل لك احنا اشي يقفضوه احنا شي عملوه احنا شي طرعوه امنينا شي مخصوص سبايب وان هان يطلبونه اطرع بسرعة اطرع بسرعة اجيب بسرعة بعد من دلوا الإجازة هذه عادوا ما روحش إجازة يومين أو ثلاثة أيام قدروا نتصلوا طلب بعد ما طلع بعد ما طلع يقضل الإجازة حقه يعني اختطفوا منه من مقر عمله ما حد داني من اللي اختطفوه طبعاً هو كان بين أصحابه وبين رفقاته وبين الناس اللي عاشوا هون بخفر السواحل في جزيرة ميون تم اختطاف أخي من قبل ضباط سعوديين من مقر عمله تم اختطافه وأخذه إلى السجن قاموا عليه بالتعذيب ما لا يرضي الله ولا رسوله طبعاً احنا ما ظلنا فترة ما احناش عارفين اللي حاجة قالوا من إبراهيم بعضين عشيء على الخبر من بعض أصحابه لمصحابه تنقلوا لأماكن أخرى بعض أصحابه صربوا خبر من إبراهيم مات قتل هنا بقينا نسأل ونتبع بعد هذا الخبر هل نظر الخبر صحيح أمكن أهيان نبحث عن أصحابه يعني هو كان يمارس مهامه بجزيرة ميون أصحابه كل واحد انتقل لجزيرة كميران واحد انتقل هناك واحد انتقل هناك يعني شادتهم كامل المجموعة وكأنه كان لسبب من الأسباب أو لشيء فعلي تمام غيروا المجموعة اللي كان في بقي إبراهيم ظلت أتابع بأخي حوالي شهرين ونص عن طريق مستوى رفيع ومن ثم أستلمت قثة أخي عريان دون مرافقته بملف التحقيق ولا حتى بشهادة وفاه حصلت على مذكرة من مصلحات خفرة السواحل بأنه أخي توفى في السجن بجزان تقول المذكرة بأنه شنقنا في السجن أثناء التحقيق دون أي مواقهة بالمروش حق الحمام أخي قثة أخي مستحيل إنه مستحيل إنه يتحمل المروش للحمام هذا طبعا بقى القثة حقوب حدود شهر أو شهر نص قد نقل لك هناك لما بعثهم ولا نبعثهم بطيران ما فيش أي حاجة تثبيت أن إبراهيم توفع عندهم منطقة جزان غير تذكرة الطيران حتى شهادة وفاه شهادة وفاه للأخ إبراهيم ما قابلنيش يعني أقل حاجة من حقك هذا الرجل كان يقاتل معك ويندي رأسه مهما كان أقل حاجة أنك تكتب له شهادة وفاه ما حناش طالبين أكثر من كده شهادة وفاه إنه قتل بمنطقة كذا كذا صحيح له تندله شهادة وفاه حتى شهادة الوفاه من دلهش فعندما حصلت على قثمان أخي حضرت التكليب حطرت الطبيب الشرعي بتكليف من النيابة لمعرفة سبب وفات أخي فكتب التقرير الطبيب الشرعي بأنه كان أخي يداته مكبلة عليه آثار التعذيب والكهرباء والضرب واختناق أخي من سفال الرقباء وهذا التقرير هنا موجود معي الطبيب الشرعي اضطرنا إن إحنا نخسر الآلاف ومئة الآلاف عشان نجيب طبيب شرعي عشان نثبت له وثبت إنه حقق حرم من الماكل ومشرب لمدة كذا ثلاثة أيام حسب الإفتتاء بالطبيب الشرعي حرم إنه وثبت إنه خنق وإنه تعذب بالكهرباء بأظافره مقسقصين وصابعة دوته مقسقصات ورموا شعيونه وقطعوا وصابعة رجوله وصابعة دوته يعني ليش هذا كله؟ ماتا إبراهيم سجينا بعيدا عن أهله وبدلا من عودته إليهم محملا بشهادات التقدير التي اعتاد على الحصول عليها عد إليهم محملا بتقرير الوفاة الصادر من السلطات السعودية والذي تعارضت نتائجه مع نتائج التقرير الطبي الصادر عن الطبيب الشرعي في اليمن الكثير من الغموض يلف هذه القضية من أعطى السلطات السعودية الحق في احتجاز إبراهيم واعتقاله من جزيرة ميون اليمنية وإذا كان فعلا انتحر فما نوع التحقيق الذي يضطر شابا ناجحا للانتحار؟ وإذا كان التحقيق القانوني هو سؤال من المحقق وجواب من المتهم بحضور محاميه فلماذا ترك التحقيق آثار التعذيب على أطراف الأصابع وباطن القدمين؟ كما أثبت ذلك التقرير الطبي ومن هو المحامي الذي حضر التحقيق؟ ولماذا لم يسمح للمتهم بالاتصال بأهله؟ وما هي الحقوق المهدرة في قضية إبراهيم الشمساني؟ هذه الأسئلة نطرحها على ضيفنا من مدينة تعز المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي مرحبا بك معنا سيد ياسر أهلا بك وبالسعادة المشاهدين اليوم نتحدث عن قضية شاب يمني كان يعمل في خفر السواحل لكنه توفي في ظروف غامضة أو بالأحرى قتل حسب تقرير السلطات السعودية أنه انتحر بينما يقول أهله أنه توفي تحت التعذيب نود أن نسألك أولا عن الحقوق الطبيعية للمتهم أثناء فترة التحقيق بداية أشكر قناة بلقيس على فتحها لهذا الموضوع هذا الموضوع هو من المواضيع الشائكة في الحرب اليمنية ودعيني أتحدث عن هذه القضية من ثلاثة سياقات السياق الأول وهو التعذيب والسقون وما يتعرض له المختطفون في سقون أطراف الصراع المسلح في اليمن السياق الثاني وهو غياب العدالة وعدم وجود انتصاف لهؤلاء الضحايا السياق الثالث وهو كيف يكافأ هؤلاء اليمنيون نظير أعمالهم واقتهاداتهم ونجاحاتهم بهذه الأعمال التي تؤدي بوفاتهم بالنسبة للسياق الأول وهو التعذيب شاهدنا وسمعنا وقرأنا عشرات التقارير الحقوقية المحلية والدولية الصادرة عن كثير من المنظمات والجهات وهي تدين أطراف الصراع المسلحة اليمنية بممارسة قرائم التعذيب كان أبرز هذه الجهات هي جماعة الحوثي بالتأكيد كانت هي المتصدر البارز لهذه القريمة إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وقلائها الأمنين والعسكريين في المدن القنوبية أضف إلى أن الحكومة اليمنية باتت تمارس هذه القريمة وإن بشكل محدود بالنسبة للمملكة العربية السعودية لم تكن يدها منطخة بهذه القريمة إلا من سنتين تقريبا ظهرت مثل هذه التقارير وتحدث تقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرا وهو التقرير الذي صدر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة تحدث عن أن المملكة العربية السعودية تنتلك سقون خاصة عذبت فيها القنود أو ضحايا من بين هذه السقون سقن في المهرة في مطار الغيظة وسقن معسكر الطين أو سقن الطين في مقر المنطقة العسكرية الأولى في سيئون إضافة إلى سقن جازان هذه السقون قال تقرير فريق الخبراء أنها عذبت ونقل إليها ومنها كثير من الذين تعرضوا للتعذيب كثير من المختطفين سواء كانوا مدنيين أو أسكريين بالنسبة لهذه القريمة التي حدثت في سقن جازان تكشفت عن سقن آخر تمارس فيه المملكة السعودية قرائم حرب بحق هؤلاء المختطفين اليمنيين كانوا مدنيين أو أسكريين وصواء كان اعتقالهم هنا من الداخل اليمني أو حتى من القبهات الحدودية أو من القوات التي تعمل بالوكالة عنها في الداخل السعودي أو في الحد السعودي القنوبي السياق الآخر لهذه القريمة وهي غياب العدالة والانتصاف خلال أربع سنوات لم نرأي متهم دعني أسألك في هذه النقطة حيث أنه يتم اعتقال اليمنيين سواء من الجبهات أو من الداخل اليمني هل هو إجراء قانوني سليم؟ بالتأكيد نحن أمام سلطات أمر واقع من كل أطراف الصراع اليمنية هذا الاعتقال في القانون دامت تمارسه جهات تمتلك سلطات وأدوات وتتمكن من السيطرة على أرضية جغرافية ما فإن هذا الاعتقال يكون مشروعا خلال 24 ساعة ومن ثم يحال إلى القضاء بعد هذا التاريخ أي سلوك يمارس ضد المختطف أو ضد هذا المعتقل دون أن يعرض على النيابة العامة أو القضاء لتمديد احتجازه أو لإظهاره إن كان مختفيا فهو سلوك إجرامي سلوك عدائي لا تعترف به القوانين اليمنية ولا قوانين الحرب في المواثيق الدولية الإنسانية هناك عمليات لإعتقالها إذن من خلال كلامك قلت أنه يحق لأي دولة أو مثلا السعودية أن تعتقل هذا المواطن لمدة 24 ساعة كما ذكرت أنت لكن هل يحق لها اعتقاله دون إبلاغ حكومته بالتأكيد نحن نتكلم عن إشكالية هنا المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة مثلا جماعة الحوثي كل هؤلاء يسيطرون على مناطق جغرافية في الداخل اليمني المملكة العربية السعودية سيطرت أو تسيطر عسكريا على قزيرة ميون وبالتالي فإن كل ما يحدث داخل هذه القزيرة من قرائم أو انتهاكات أو أعمال تتحمل تبعاتها المملكة العربية السعودية لكن بالتأكيد أن هذه أراضي يمنية كان يقب على المملكة العربية السعودية وهذا القندي يتبع خفرة السواحل اليمنية أن تبلغ قيادته بذلك ثم أنه ليس من رعاياها هذا الضحية ليس من رعاياها هو بالتأكيد يتبع مصلحة خفرة السواحل اليمنية أي جريمة أي اتهام بالإمكان لمصلحة خفرة السواحل أن توجهها إلى هذا الضحية أو هذا المتهم وبالتالي فإنما قامت بالمملكة العربية السعودية داخل أراضي يمنية لقندي يتبع مصلحة يمنية هو قريمة بالتأكيد لكن طالما ونحن في ظروف حرب كان يجب على المملكة العربية السعودية أن تبلغ القيهة التي يتبعها هذا القندي بأنه معتقل لديها لكن الواضح أن هناك تواطق ما بين مصلحة خفرة السواحل بقائدها خالد القملي والضباط الذين اعتقلوا هذا الضحية هناك تواطق يكشفه أن هذا الضحية ظل مختفيا لمدة ثلاثة أشهر تقريبا تابعت أسرته مصلحة خفرة السواحل تابعت معسكره في قزيرة ميون كل هؤلاء لم يستطيعوا لم يكشفوا عن مكان توابد هذا القندي وبالتالي بالتأكيد هناك تواطق واضح ومفضوح بين مصلحة خفرة السواحل اليمنية والضباط السعوديين أو مصلحة خفرة السواحل للقوات البحرية السعودية باعتبار أن هذه القزيرة في إطار هذه المصلحة التابعة للسعودية وهي القوات البحرية السعودية هذه القوات ارتكبت قريمة الاختطاف أولا ومن ثم قريمة الاختفاء وثالثا قريمة التعذيب قالت المملكة العربية السعودية أن هذا الضحية متهم بأن لديه ذاكرة فيها أسماء ضباط خفرة السواحل اليمنية وذواكر فيها محاضرات عبد الملك الحوثي كل هذا لا يشفع أو لا ينبغي للسلطات السعودية أن تمارس بحقه هذا التعذيب البشع هذا التعذيب الذي أدى إلى وفاته قال الطبيب الشرعي أن كل الدلائل تشير إلى أن هذا الضحية تعرض لتعذيب قبل وفاته وبالتالي فإن الرواية التي أوردتها المملكة العربية السعودية عن انتحار إبراهيم الشمساني هي رواية غير منطقية رواية مفضوحة وبالتالي كان يجب على المملكة العربية السعودية أن تقوم بالتحقيق القاد قيادة القوات البحرية السعودية أن تقوم بالتحقيق القاد إذا قريمة وفات هذا المعتقل إضافة إلى أن السلطات اليمنية قصرت وهي توبعت من قبل أسرة الضحية لم تحرك ساكنا لم تقم سفارتنا في المملكة العربية السعودية بالتحرك إذا هذه القريمة كل ما قامت به المملكة العربية السعودية هي مذكرة إلى مصلحة خفرة صواحي اليمنية ومن ثم نقله إلى مطار عدن واكتفت المملكة إلى هنا حتى مجرد التعويضات لأسرته لم يحدث أسرته حاليا لا تطالب غير التحقيق القاد في من اختطف ابنها في من عذب ابنها تريد من كل هؤلاء من السلطات اليمنية تحديدا المتابعة القادة للقوات البحرية السعودية للسلطات السعودية للتحقيق في واقعة وفاة الضابط اليمني إبراهيم الشمساني السياق الثالث الذي تحدثت عنه وهو أن كثير من اليمنيين الناجحين يكافؤون بالوفاة يكافؤون بالاختطاف وهو قالت أسرته كثير من الشواهد تدل على أنه قام هذا الضابط قبل أسابيع قليلة من اختطافه باحتجاز زورق على متنه شحنة مخدرات وبالتالي هناك رابط ما بين عملية اختطافه وبين قبضه على هذه الشحنة من المخدرات وهنا كان يجب على السلطات اليمنية وهي فعلا قام قائد قوات خفرة السواحل اليمنية بتكريمه على هذا الانجاز لكن ربما أن هناك هذه الشحنة تتبعها نافذة ما كان هذا الضابط ضحية للقفض على هذه الشحنة وبالتالي بدلا من مكافأة هذا الضابط وبدلا من ترقيته وبدلا من الاحتفابه قاموا باختطافه ومن ثم اختفائه والتعذيب بحقه حتى وفاته نعم أستاذ بماذا تنصح أسرة هذا الشاب الذي تعرض للقتل والغادر وأيضا الأسر التي لربما لقدر الله قد تتعرض لنفس هذه الظروف بالتأكيد هذه ليست الأولى أو ليست الحادثة الأولى التي يتم فيها اختفاء يمنيين أو قنود يمنيون داخل السقون السعودية باعتقادي أن هناك حوادث متكررة سبقت هذا الحادث لم تكشف للإعلام تحدث عنها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لكنها لم تكن بارزة للإعلام هذه القضية مثلت مفتاح حقوقي أمام المنظمات الحقوقية أمام وسائل الإعلام للبحث والتحقيق في قضايا كثر قامت المملكة العربية السعودية بإخفاء هؤلاء الضحايا في سبونها ومارسة تعذيب هي تمارس سلوك بشع مارسته دولة الإمارات العربية المتحدة قبلها في مدينة عدن وفي مدينة المكلة وفي محافظة شبوة وبالتالي فإننا أمام قرائم نستطيع أن نقول أنها ممنهجة تقوم بها هذه السلطات وبالتالي فإن على كل أسر هؤلاء الضحايا أن يكشفوا الإعلام أن يبادروا للتواصل مع هذه المنظمات مع المنظمات الحقوقية المحلية الدولية مع فرق الخبراء مع كل من يستطيع إيصال أصواتهم إلى العالم بأن لديهم ضحايا بأن ذويهم مختفون أو مختطفون في هذه السجونة السعودية وبالتالي نصيحتي هنا لهذه الأسرة أن تقوم أولا بالتخاطم عن نائب العام اليمني ومن ثم الحكومة اليمنية السفارة اليمنية في المملكة العربية السعودية كل هؤلاء عليهم مسؤولية قانونية ودستورية وأخلاقية إذا هؤلاء الضحايا إذا هذا المتوفي الضحية إبراهيم الشمساني وما تعرض له من تعذيب داخل سجون المملكة العربية السعودية وتحديدا في سجن قازان السعودي السفارة اليمنية القنصلية اليمنية في قدة عليها مسؤولية المتابعة عن كيف ولماذا ومن اختطف هذا القندي وبالتالي فإن مسؤولية الحكومة اليمنية هنا دستورية وأخلاقية وقانونية تجاه مواطنيها وتجاه عناصر من موظفيها يعملون في قزر يمنية حتى الآن لم نعلم أن هذه القزيرة تتبع السعودية هي قزيرة يمنية تتبع المملكة المصلحة خفرة السواحي اليمنية لكن يديرها عسكريا المملكة العربية السعودية وبالتالي فإن على الحكومة اليمنية أن تتخاطب مع هذه القهة الأولى المصلحة خفرة السواحي ثانيا الحكومة السعودية كيف ولماذا تم إخفاها هذا القندي أو هذا الضابط ولماذا تم تعذيبه المحامي والناشط الحقوقية سر المليكي كنت معي من مدينة تعز شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بالقيس على اليوتيوب أسرة إبراهيم الشمساني تم الرصد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة